السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين على قناة عرب قلولونيكس معكم عبد المجيب اليوم عن توزيعة سولوس توزيعة سولوس اتكلمت عنها سابقا لكن التوزيعة اصدار الأخير اللي هو 1.1 جميل طبعا هو ما فيه ميجور تشينجز فيه تحديثات لكنه على سابق الاصدار اللي قبله يعني فيه شغل كبير صراحة التوزيعة طبعا هذه توزيعة مستقلة نوعا ما من ناحية مدير البرامج يعني ما لاح تستخدم قابت مثلا في التوزيعة هذه التوزيعة طبعا تستخدم نوعات لينكس لا حدي قوله سويت المهم التوزيعة هذا تستخدم مدير البرامج اسمه PISIPC المهم اللي يدير بالذكر هو ان توزيعة مبسطة جدا الهدف او المستخدم المستهدف هو المبتدئ فما فوق هذا يعني انه الشخص المبتدئ يقدر يستخدم التوزيعة بكل برساطة طبعا الفيديو هذا راح تكلم عن شقين الشقة الاول المراجعة الشقة الثانية كيف تحصل على التوزيعة وكيف تثبت التوزيعة وليس بالتفصيل بسرعة لانه الوقت ما راح يسمح لنا طيب خلونا نشوف التوزيعة باختصار أو بسرعة الواجهة طبعا قنوم زي انتم شايفين خلفية سطح من الكتب هذه مادي هذا خزامة او ماذا شو هذا شكله خزامة طبعا خزامة شي جميل صراحة فمادي هذا خزامة هذا خزامة او شئ ذاني يمكن خزامة المهم خلونا بسم الله نقول ايش هذي هذه قائمة البرامج طبعا زي انتم شايفين كل التصنيفات ممكن تشوف تصنيفاتكم هنا التطبيع على الاكسيسورات او الاكسيسوريز البرامج الإضافية تمام في عندك فايلز طبعا زي انتم شايفين جمال 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 اوكي خلونا نروح هنا نشوف about files uk على كل حال هذا شسمه حق قنوم قنوم فاين منجر اللي اسمه قنوم فاين منجر طيب لو اسم ثاني نسيته حتي يجي واحد فلسف عليه طيب في عندنا من ضمن الاكسيسوريز حاسب ما هم بتهمك الانترنت طبعا متصفح الافتلاضي فايرفوكس هذاك متصفح الهلامي اللي اسمه كروم ما احبه زي المهم هذا فايرفوكس خنشوف الاصدار الموجود في الفايرفوكس هذا او اللي جامعة التوزيعة اعتقد انه 40 فما فوق الا هو 40 فما فوق با مبين عليه بس ممكن لدي كم بوت فايرفوكس 44 اوكي حلو طبعا هذا المتصفح اعرفناه بالنسبة لل تابز الانترنت عندنا طبعا اللي هو هكس شات للمحادثات في عندنا مزلل بريد وفي عندنا بول ترانسمنشن عشان تحميل تورنت الوفيس طبعا كما انتم شايفين حط لك كالندر يقول لك وناسا الدبر عمرك طبعا نقدر نحمل برامجة الوفيس حنا ولكن لان الايزو حق التوزيع عبارة عن 200 ميجا فقط فهذا شي جميل جدا صراحا طبعا هذا تقويم ممكن تضيف تشيلد حطها كيفك تمام عندك الساوند الفيديو طبعا حط لك نقطة من اخر الساطر نقطة حط VLC وهذا كافي طبعا لكن نضع لك ريزم بوكس للناس التي تحب تنظم الموسيقى و تشغلها ساندري طبعا برينت سيتنجز و خربيط سيتم سيتنجز طبعا ما في شي جديد اللي يعرف غنوم يعرف العددات هذه وفيه سيتم تولز اللي هي ادوات النظام اوكي هل في شي معين ممكن نشوفه طبعا ممكن نشوفه الهال هل عندك التعريفات ممكن نحب تسوي لها تحديث او حاجات ممكن تسوي لها اثثبيت اذا كنت تشفى النظام طبعا ممكن تسوي من هنا طيب ممكن ندخل على الاتيليتيز الحين نشوفه عندنا عندنا الترمينال طبعا رقم واحد اذا ما ندخله بعد شوي ديسك يوسيج عندك الاركايب مانيجر ايميج بيو باسور سكنيشوت سيستيم منيتر طبعا هنا اللي هي راقبة النظام طبعا ما دي ممكن راقب النظام هنا انا ممكن راقب النظام بطريقة ثانية نشكر هذه ونشوف الترمينال الاحسن طيب لو دخلنا على الترمينال سنشوف النواة يونيم اي اوكي عندنا اللي هي 4.4.3 اوكي النواة لينكس طبعا خلصنا من هذا الموضوع اللي هو البرامج اللي جاي مع التفزيع طيب نتوضى الروحين لو سمحت في عندنا طبعا لضغطنا على المكان هذا طبعا انتم ترى الساعة والجماعة هذولا كله ومعبارة عن ضغط واحدة يعني من الاخر فانت الحالة تتسكر الجماعة دي اي اي امشي امشي خلاص امزح لا 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 فهذا العبارة عن شلة مقاعدين مع بعض يعني الصوت مثلا لو اريدت تفتحه يفتح لك ليش لانه كل المنطقة هذه خاصة لفتح الصوت طبعا طبعا طيب هنا معلنا هذا كله هل ندخل عجزاتكم باشرة كما انتم شايفين هنا في الابلتس اللي هي حاجة زي الوجتس اللي هي تكون تطبيقات مصغرة فممكن تتحكم بالصوت بين هنا المخارج والداخل التقويم موجود طبعا التنبيهات اللي صارت مؤخرة ممكن نمسحها من هنا حين تم المسح فيه ضبط طبعا مبسط هنا ضبط عام فانتم ممكن تسوي تعديل الثيم فعندك الثيم اسود من هنا وممكن نضغط دايريكت على طول تروح على الستتنجز من هنا بعدين تشيل الدارك ثيم رايح يكون الثيم أبيض اوكي طيب اه اه بلتن ثيم لو شيلته هذا رايح تغير الثيم طبعا على الثيم شفاف بلتن ثيم خليتك تستخدم ثيم شفاف كنت تستخدم ثيم شفاف خلي رجع مرة ثانية ورجع هذا وطبعا تغير الشكل الوجيتس اللي على سطح المكتب عن طريق او الثيمات عن طريق طبعا تغير الاختيار من هنا فلو رحت الفايلز مثلا من هنا راح تشوف انه بدن الموضوع يتغير معك اه اه اوكي زي ما انتم شايفين طبعا اكثر شي احبيته تقريبا لا مبدأ لا هذا الكن افتراضي صح الافتراضي كان جميل ايه هذه الايقونات اصبر يفوت لا مستحيل يكون ذا هو اصبر لا وبهو اه اوكي هذا هو طبعا هذه الاثيمات الايقونات يتغير الايقونات ما هنا احب يتغير وهكذا بالنسبة للشريط العلوي يمكن تغيره يتعدل على كيفك طبعا مره بسيط لو حبيت تضيف شي جديد اضغط على علامة واذا حبيت تضيف هذا اللي موجود فلو حبيت تضيف مثلا وورك سبيس سويتشر هذا اللي هو يبدل اسطح للعمل اضغط على علامة الزائد الآن تم اتضافة طبعا بالمنطقة هذه في النص عشان تتحكم بالموضوع ممكن تروح للسبيسر عفو من راحو طبعا هو حطه بالنص انتم ممكن ترفعه فوق يروح مع الجماعة اليسار تنزل تحت تروح مع الجماعة اليمين طبعا ممكن تضيف اشياء كثيرة جدا وهي مو بمحور حديثنا اليوم طيب ممكن تتعدل طبعا الحجم كما تشاهد ممكن تصغره ممكن تكبره في بعض الناس بما يحب شريطك فوق تستطيع تضيف شريط ثاني مع المضرق علامة بلص وضيف لك شريط تحت بعدين تضيف أدواتك على شريط السفلي مثلا هذا مبتون مرحنا مرحنا اوكي تستطيع تضيف ممكن تضيف مرحنا مرحنا الآن قائمة البرامج الساحت بدلا من فوق يعني كل واحد وطريقة انا بالنسبة لي سأستخدم الطريقة طيب لعبنا بلعفش طيب دعونا نرى كيف نعدل على سطح المكتب لو حبين عدل على سطح المكتب ممكن تغيّد الخلفية من هنا يرى ما يطلع خلفية عيب باكراوند حلو محترمين هناك بعض الناس مستحون حلو والله دعونا نختار هذه أو هذه سيأخت اوكي شميل شميل شي يفتح النفس طيب هذا اللي سأخذهم وضعهم عندي بالتوزيع لو رحنا على system settings طبعا ممكن ندخل من هنا على settings رح تشوف كله الاعدادات اللي مكنت سوئة بالنظام الأول العربية مدعومة بالتوزيع ممكن تروح من هنا كما ترون هو اساسا افتراضيا بسبب الموقع حقي حتى العربية بلسانا ما عطيت عربي علشان الشاشة لا تشغله يعني لما ضغطت على هذه هي الساعة هناك بس لما تضط عليه يفتح بالمنطقة فقد خلقت بالانجليزي طيب في عندنا برضو شغلة ثانية بال settings طبعا ممكن تسوي الكيبورد لو حبي تسوي الكيبورد باللغة العربية ممكن تروح لل settings كيبورد خلو رح لل حسن يوم الراحة تي كانت هنا اوكي فأنتم تضيف اللغات الكيبورد وكل حاجة من هنا ماشي طيب النقطة أخيرة وهمة جدا اللي هي مدير البرامج اللي موجودة هنا كيف تحذف البرامج كيف تتركب البرامج موضوع جدا مبسيط اكثر من البساطة هذه ما فيه فأنا ممكن اضطع لأوفيس من هنا اوكي وحمل البرامج اللي يحتاجها ممكن احمل أبي وورد اللي هو محرر او معالج النصوص ممكن ابحث عن اللي برو اوفيس وجرد اوكي اللي برو اوفيس هذا هو كيف تشفين ممكن احمل اللي برو اوفيس اي واحد منهم بيه رايتر مثلا عن طريق الضغط على انستول هنا التحديثات سيب ان تشفي من هنا ممكن اضطع على سلكت اول وبعدين سوي ابلاي وراح يسوي تحديث التوزيعة شعوري ان اتجاه التوزيعة طراحة حبيته جدا انا ما اتعملت مع الحزم وبناء الحزم لان تقريبا لي متطلبات معينة محتاجة تكون موجودة خاصة باليوتيوب يعني عشان اقدر سجل بدون مشاكل والاخره فما اتعملت مع التوزيعة او بدقة مع التوزيعة لكن لو ما عندي الاحتياجات هذه حققت اليوتيوب اعتقد اني راح اركب هذا توزيع فترة شهر واتقطق واتجرب لكن التوزيعة فعلا رائع جدا 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 ممكن انك تنصح المستخدم الجديد انه يستخدم هذه التوزيعة طيب الى هنا انتهى انتهت مراجعة التوزيعة باختصار طبعا اوكي الان ممكن اذا انت خلاص تشبعت خلاص شفت المراءة التوزيعة حبيتها سلام عليكم اذا بتحمله موجود الرابط تحت في الوصف اذا انت شخص ما تعرف كيف تحمل التوزيعة وانه تحصل عليها الان راح اعطيك اللي عليك تفتح المتصفح عفوا انتوض على تقرأ الوصف تحت زي ما انتم شايفين هنا الموقع سولوس اوكي فاللي عليك تفتح دونلود من هنا طيب وبعدين راح تحمل الاخر نسخة طبعا بالنسبة لي انصح دائما بالتحميل عن طريق تورنت لسببين الاول شارك تحميلك اذا حمل شيء شارك مع الاخرين اوكي اوكي زي ما انتم شايف الان شخص حملت مثلا زي 800 ميجا اوكي انا حملته على طريقه 800 و 18 ميجا طيب خلو مفتوح وارفع لهم من 800 ميجا خلو مرفوع شهر يعني فان شارك مع الاخرين الشغل الثاني انه تحميل تورنت في اقل مشاكل لو انقطع التحميل ببببض الاخرى وقع ضبط اموره فلا يطلع عندك مشاكل فلعك تسلق من هنا ضغطه وسيطه وتحمل التورنت طبعا اوكي 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 طبعا هذا هو الملف يضغط عليه وحمله عن طريق اي برنامج تورنت نو اوكي اوكي طيب خلاص خلونا نرح نسوي ريسيت ونشغل التوزيعة طبعا نرحبه طبعا فالفرش بالبوكس طيب 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 سوف تضغط على الموضوع الزر الجميل لكي تحمل التوزيع سوف تضغط على الموضوع الزر الجميل ون klip سوف تضغط على موضوع الزر الجميل اختار اللغة من هنا تختار العربية لو حبيت اذا لم تحب اللغة العربية اختار انا حسب موقعي بالسعودية اللغة بيقول الواحد ما فرق بين اللغة هذه واللغة هذه الفرق عبارة عن لوكين يضع لك مثلا التقويم بدلا ما يكتب لك مثلا مارس يضع لك العملة مثلا جنيه يضع لك ريال ماشي انتقيم اخر شوي خلونا نشتغل طيب بعدين الكيبورد نوعة تقسيم الهردسك هذا الهردسك الموجود عندي انا ما قسمت فعلا اقسام كثيرة اذا حاب تقسم تذهب البرتشن ادتور من هنا وتقسم على راحتك وهذا الدرس لا لا علاقة بالتقسيم لو حاب تعرف التقسيم ابحث في القناة عن طريقة تقسيم الهردسك طيب حبيت موضوع بسيط وعلى طول تضغط على assign as root partition tech وضعه وضعه وخلصي طبعا السواب نختار منطقة العلمك لو مسحة الديكه نذهب إضافة المستخدم على الطول سيقول لك المستخدم هذا سيكون له باسورد عشان يدخل الكمبيوتر سيقول لك هذا المستخدم سيكون عنده صلاحيات admin لاحظونا قبل قليلا ما عندي خيار ان يشيل علامة الصح لو حبيت اضيف مستخدم ثاني عندي خيار هل انا ممكن اعطيه صلاحيات admin او لا او استخدم الـ على كل حال انا عندي مستخدم واحد لا احب اضيف حاجة ثانية الان الهوست نيم اللي اسمه الكمبيوتر سيسميه solus طبعا سيضع علامة صح حسنا نثبت الـ bootloader هنا ومحمد اللقلع على هاردسك وبعدين نيكست خلاص عاطوا فترة بسيطة سيخلص تتبيت التوزيع بإذن الله انتهت مراجعة هذه التوزيع نشوفكم ان شاء الله في درسنا قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بكرة انا موجود في عمان الجماعة العمانيين خلونا نشوفكم داوة في جامعة قابوس شكرا على الدعوة وشكرا الـ MTE لتقلية المعلومات على رعاية الحدث سلام عليكم شكرا